الإصلاحات الدستورية في المغرب العربي هو موضوع الندوة الثانية ضمن الملتقى الدولي حول الأمن والديمقراطية في المنطقة المغاربية حيث تم عرض تجارب التعديلات الدستورية في كل من تونس ومصر والمغرب والاختلافات القائمة بين كل تجربة بالإضافة إلى المكاسب الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى تكريس الديمقراطية واحترام جميع حقوق المواطنين لقد استمعنا إلى عروض جد مهمة لخبراء وشخصيات من المجتمع المدني قدموا من تركيا ومصر وتونس وبالتالي فقد كان هناك نقاش هام مكان من تسليط الضوء حول الانتقال الديمقراطي الذي تم بعد الربيع العربي والذي لا يزال يعرف حيوية كبرى من جانبي قدمت عرضا حول المراجعة الدستورية بالمغرب وتجربته في الإصلاحات